السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين ايه رب دايما تكونوا بخير ومعنا النهاردة فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا من ننساش نعمل لايب كمان نشترك في القناة شان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله وحليكم دايما فاكرين ان هنا بس عطلية كل الاخبار الجديدة النهاردة خبرنا بيتكلم عن معلمة المنصورة اللي حصل فيها ضجة كبيرة جدا وبسبب الرأسة اللي على المركب النيلية وسواء احنا معيها او مش معيها غلط او صحة فاحنا مش ربنا مش بنحاسب حد ولكن كل واحد تشوف نفسه لان اكيد كل واحد في عيب اكيد كل واحد اللي غلطة لكن ربنا سطرها علينا فازاي طبعا المجرم الاول هو اللي فضحها ونشر الفيديوهات محدش يقول لي اصلا هي لا هي اللي عاملت في نفسها كده لا هي ما عاملتش في نفسها كده هي غلطة اه كلنا بنغلط ولكن ربنا بيسترك وانت بتتعلم والطوب وبتقول يا رب سامحني اللي عملت فيها كده لكيد هي واحدة صاحبتها يعني من اصحابها اللي عملت فيها كده دي ربنا مش هيسمحها ابدا ومش هتكسب لاني انت فضحتيها فضحتي اهلها فضحتي ولادها ولادها كفين ابنها بيقول اننا مش قدر روح الامتحاني ازاي طبعا يعني لما صحابه هيعودوا يتكلموا ويتكلموا في الموضوع والمدرسين هتبصطولوا بنظرة مش كويسة علشان خاطر طبعا الفيديو انتشر والكلام اللي تقالي البزيق اتطلقت اترفدت ليه كل ده محدش عارف السبب ايه حتى لو كانت غلطانة فربنا هو اللي بيحاسب ما احناش اللي بنحاسب وكل واحد فينا عنده غلط اكيد 100% مفيش حد ملاك نازل من السماء ولا احنا بنحكم على الناس عشان احنا عميين نحكم والناس كلها عملة تشتم وتغلط وتشتم وتغلط لا ده مصح وفي ناس بتقف واقف معها وهو ده صح ان احنا بنقف معها لان احنا ملناش دعوة ده ستر ربنا انتو شلطو مين عليها فاستنى بقى اللي عملت كده ربنا اكيد برضو هيفضحك زي ما فضحها ودلوقتي حصل ان في حد من حقوق المرأة تكلم وخدها معي المعلمة دي في وظيفة هناك في حقوق المرأة مراجعة لغة عربية وقالت لها هاتي ورقك وتعالي وهي بالفعل هتروح ان شاء الله وربنا هيكرمها في الحق دين لان ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بالظلم هي غلطت واعترفت بغلطتها وربنا غفور ورحيم وقالت ان غلطت لكن انا هعمل ايه يعني خلاص هتولع في نفسها ولا هتنتحر ولا هتعمل يا توصل انتحرت زي بسانت اللي انتحرت والناس كلها عملها تقول يا ريتك حبيتش ما كنت انتحرت طب ما انتم بتوصلوها لكده عشان ايه فضحتوها على السوشيال ميديا وكمان محامية اكدت ان هي هتقدم بلاغ للمباحثة الإلكترونية وتعرف مين المسؤول عن الفيديو احسن حاجة طبعا دي وان شاء الله او لما نعرف مين اللي عمل الفيديو ده اهو بقى يتفضح كمان زي ما فضحها في السوشيال ميديا كلها يبقى هو المتسبب لان الناس طبعا في ناس كتير جدا مش طيقة البناء ادم او البناء ادم اللي عملت السلوك ده لانه مس صح مش كل واحد بيعمل حاجة في الشرع في المفروض ان انا صوره وامسيقه لسوشيال ميديا اوضحه وبعد كده اجيب الناس كلها تشهر به وتغلط فيه طب ما راعدش ظروفه ما راعدش اهله ما راعدش بيته ما راعدش ولاده حسب يالله ونعمل وكيل في العمل كده واكيد ربنا سبحانه وتعالى بيعمل من كل محنة منحة جديدة بدن البناء ادم بيعترف بغلطه بيعترف ان هو مغطق ربنا سبحانه وتعالى غفور ورحيم كريم جدا 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 اكرم اكرمين سبحانه وتعالى فاكيد ربنا سبحانه وتعالى هيقبلتوا بيتها اكيد بل إن هي طبعا استغفارت ربنا على أي غلط عملته في حياتها وكل نوع من غلط خير الخطائين التوابين ولكن ربنا مش عيسيب أبد من العمل كده بس سلام عليكم ورحمة الله العمل كده ده بني أدم أو بني أدم ما عندوش أي ضمير ولا رحمة خالص في قلب ولا زرة رحمة ضمر بيتها تسبب في طلاقها وتسبب في بهدلة أولادها